نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة بشكل واضح طقس مشمس ربيعي دافئ بوجه عام في معظم مناطق المملكة أيضا الطقس اليوم كان حار نسبي في الأغوار والبحر الميت وأيضا في خليج العقبة صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى خلو سماء المملكة من الغيوم خلال ساعة النهار من المتوقع أن تتجه كميات كبيرة من السحب متوسطة وعالة الارتفاع التي تكون معنا خلال 24 ساعة القادمة خراءة ضغط الجوي تورجينا بداية تأثر المملكة بامتداد منخفض البحر الأحمر طبعا بتزامن هذا الكلام مع وجود مرتفع جوي في كافة طبقات الجو طبعا هو مرتفع جوي علوي يرافق هذا المرتفع أيضا تيارات هوائية شرقية هي المسؤولة عن ارتفاع درجات الحرارة وهالأجواء التي عمالنا بنعيشها التقسي الآن نحن نرى الأجواء تقريبا دافئة نحن نحكي على 21 درجة مئوية الرطوبة النسبية هي 27% الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة الليلة بتتراجع لتكون 14 درجة مئوية بشكل عام هي أجواء لطيفة في معظم المناطق الليلة طبعا يعني أكثر برودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ولكن بشكل عام الأجواء الليلة يعني أدفى من سابقاتها ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة بكرة نحن نحكي على 28 درجة مئوية وأيضا يعني درجات الحرارة أيضا عمالها بنشوفها من 26 إلى 28 ارتفاعات يعني بشكل واضح الأجواء بنقدر نحكي إنها من دافئة إلى حارة نسبيا رح تكون حارة بشكل واضح في الأغوار في مدينة العقبة وأيضا البحر الميت يوم غد الخميس وأيضا يوم الجمعة نتوقع أجواء مغبرة أحيانا خاصة في المناطق طبعا الصحراوية المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية من البلاد طبعا بالليل إحنا شايفين 16 شايفين 17 ليلة السبت على الأحد تقريبا 18 درجة مئوية حتى بالليل إحنا شايفين مقارنة مع ليلة اليوم درجات الحرارة عمالها بتطلع نحكي شوي عن حالة الطقس بالتفصيل الليلة تظهر بشكل تدريجي كميات من السحب متوسطة وعالة الارتفاع الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط هذه الرياح في الجنوب وفي أيضا المناطق الشرقية من البلاد مثيرة للغبار هناك غدا ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح درجات الحرارة أعلى من معدلات اللي مثل هذا العام عم نحكي على من 5 إلى 7 درجات مئوية أعلى الطقس بشكل عام ممكن يكون أيضا زي ما حكينا مغبر أحيانا بتحول ليصبح ربيعي دافئ في المرتفعات الجبلية وحار نسبي في بقية المناطق في حين يعني بتكون أكثر حرارة بشكل عام في الأغوار والبحر الميت وأيضا في خليج العقبة كما نشاهد تظهر كميات من السحب متوسطة عالة الارتفاع بحيث تغطي سماء المملكة بشكل جزئي على فترات الرياح بكرة جنوبية شرقية سرعتها معتدلة أحيانا بتكون نشيطة مثيرة للغبار في طبعا يعني معظم مناطق ولكن خاصة في المناطق الصحراوية اللي عم نحكي على المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم الغد تكون كالتالي العقبة من 20 إلى 36 درجة مئوية وإحنا شايفين أجواء حارة بشكل واضح وادي رم 12 و 31 معان من 11 إلى 29 رأس النقب من 7 إلى 24 درجة مئوية وعماننا بنشوف سحب متوسطة وعالة الارتفاع البتراء 11 و 26 الشوبك 7 و 25 الرشادية 8 إلى 24 درجة مئوية الطفيل 11 و 26 غور الصافي من 24 إلى 36 درجة مئوية أجواء حارة وبشكل واضح الكرك من 13 إلى 28 درجة مئوية الأجواء دافئة هناك وممكن نشوف أيضا بعض السحب وادي الموجب من 21 إلى 34 درجة مئوية البحر الميت من 22 إلى 33 وعماننا بنحكي على أجواء حارة هناك بشكل واضح مادبة من 13 إلى 29 مطار الملكة عالي الدولي من 7 إلى 29 درجة مئوية وأيضا سحب متوسطة وعالة الارتفاع مرج الحمام 13 إلى 27 بكرة بسوالح 26 لفحص من 12 إلى 27 درجة مئوية وأجواء عموما دافئة السلط من 13 إلى 28 درجة مئوية في السلط عجل من 12 إلى 27 أيضا الأجواء دافئة أجواء ربيعية ورائعة في راس مونيف نحكي على 25 درجة مئوية إربد من 13 إلى 29 تقريبا الأجواء حارة نسبيا أيضا الأجواء من دافئة لحارة نسبيا في جراش نحكي على 29 درجة مئوية عمان الغربية من 12 إلى 27 عمان الشرقية من 16 إلى 28 درجة مئوية الزرقاء من 14 إلى 29 والمفرق من 9 إلى 30 درجة مئوية وأجواء حارة نسبيا الرويشد من 11 أيضا في الرويشد توصل إلى 30 درجة مئوية وطبعا حكينا عن الأجواء المغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الصفاوي من 13 إلى 31 درجة مئوية أيضا الأجواء حارة كما نشاهد الليلة في الأزرق 16 وبكرة في الأزرق توصل إلى 31 درجة مئوية فعلا درجات حرارة صيف عماننا نشوف ننهي درجات الحرارة بمنطقة الجفر من 10 إلى 30 درجة مئوية قبل أن ننهي أرجو الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية من البلاد النشرة الجوية قدمت بالتعاون مع موقع تقصي الأردن من قناة رؤية أطيب التمنيات إلى اللقاء